السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازايكم حبابي يا رب تكونوا بخير. نهاردة ان شاء الله هنعملكوا فيديو حلوة قوي وسهل وبسيط. وينفع معاك في العزمات وفي رمضان كل سنوان طيبين ورمضان قرب. هنعمل مع بعض ان شاء الله البطة بطريقة سهلة جدا. هنعمل البطة مشوية. بس المراجة هنعملها بتدبيلة خطيرة. هنتدبيلها معكم من جوة بصوا شايفين. بحاول اوريكم من جوة. والتدبيلة برضو من برة. المراجة بقى هنعملها مشوية بس مش في الفرن. هنعملها في الحلة وعلى الواتجاز من فوق. يعني تدبيلة ان شاء الله خطيرة وطريقة حلوة قوي. وهتستوي معاكم وهتبقى جميلة جدا وهوريكم برضو السوة بتاعها. بصوا شايفين ما شاء الله عليها بصوا مش مستحملة خالص. هتستوي معاك بسرعة بصوا. سخنة كمان مش عارفة قطعها قوي. ما شاء الله عليها مش مستحملة خالص. بصوا اللحمة بتاعتها بتقعها. بس توية قوي قوي قوي. اقول لكم تطلع معاكم كده حلوة ازاي ومن غير فرن ولا ولا اي حاجة. بس قبل ما نبدأ الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. لايك وشير للفيديو. نبدأ بالمقدير معنا البهارات بتاعتنا بقى. بابريكا وكاري. وتم بودر وبصل بودر. وكزبرة. ومعلقة من السبع بهارات ومعلقة بهارات فراخ. وفلفل اسود. وزعتر. وحبهان. وملح. هي زي كل البهارات بتاعتنا النهاردة. ان شاء الله هتطلع معاك البطة طعم وريحة وكل حاجة هتطلع معاك ان شاء الله خطيرة جدا. ومعايا هنا بصلتين كبار بقى. بصلتين حلوين كده كبار ما قطعهم. ومعايا حوالي اربع طماطماط. معايا هنا لمونتين. حوالي نص مجم العادي زيت. معايا معلقتين كبار من السلسة. ومعايا حوالي ربع كباية من الخل. دي راس طوم كبيرة كده مفرومة. ومعايا قرنين فلفل. حابة تحطي فلفل حامي شاطة حامية انت حر حطي برضي دي اختياري. هاجي هنا في الكبة بتاعتي وهنزدى افرم كل الحاجات دي. هبدأ الاول بالبصل بتاعي. هنزل بيه في الكبة كده عشان نفرمه مع بعض. الكمية مش ما تحسيش انها كبيرة ان شاء الله عملها لكم بطريقة حلوة قوي. مش هنسويها في الفرن. الفرن بتاخد معاك وقت وما بتيبيش شايفها وعملها لكم ان شاء الله على البتغاز في حلة عادية وهتطلع بالجمال والحلاوة دي. من غير مية ولا سليق ولا اي حاجة. هبدأ احط البصل بتاعي. وهنزل بالطماطم دول حوالي اربع طماطمات كبار. اعطهم برضه معايا في الكبة لو ما عندي كيش كبل. خلاط بط وشاشة الخلاط العادي. هتنزل بكل المقاذير دي وهتضربيها برضه مع بعض. هطلع معاك تدبيلة حلوة قوي. هفرم بس دول فرمة خفيفة كده عشان حجمهم بس يقل معايا واقدر احط البهارات والتوابل بتاعة الخلطة بتاعتي. فرمة صغيرة كده عشان حجمهم يقل معايا. كده كنت فرمتهم فرمة بسيطة كده. ده فلفل بقى بارد عادي خالص. حابة تبقى حرقة وزبايس معاكي. حطي شطة خضر عادي. دي بقى راستهم كبيرة محترمة كده مفرومة. ممكن تحطيه صحيح هو كده كده هيتفرم معاكي برضو بس انا عشان عندي مفروم. هبدأ برضو تديلو تكا كده. سننزل ببقية البهارات. شافشي الخلطة العادي هيقوم بنفس المهمة دي عادي خالص. اكمل بقى بقية التدبيلة بتاعتي. دي البهارات بتاعتنا زي ما قلتلك فيها كمية بهارات حلوة قوي ورشة ارفة وزعتر وحبان وطن بودر وبصل بودر وبابريكا وفلفل اسود وبهارات فراخ. فيها حاجات كتير قوي هتخلط اعمل البطة معاكي حلو قوي. دي حوالي نصق مجم العادي اللي موجود في كل بيت. المجم العادي خلص نصه زيت وربع وخل. ولمونتين كبار كده. سهلة وبسيطة ومش هتاخد معاكي حوالي ساعة على البتوغاز. والبطة هتستيقى معاكي وتبقى زي الفل. هعصر كده اللي مونتين على بقية التدبيلة والبهارات والزيت والخل. ودول معلقتين من السلسطة كبار. هبدأ اضرب كل الخلطة طيبة مع بعض كده زي ما انتم شايفين. بصوا شايفين ما شاء الله عليها ريحة طلعة قبل ما نبدأ نحط كمان على البطة. ريحة بتاعتها طلعة ريحة خطيرة جدا. تدبيلة دي حلوة قوي. حتى لو هتعمليها في الفراغ بتبقى جميلة جدا. بصوا كده التدبيلة بتاعتي بقت حلوة وجاهزة معنا. شايفين? هقول كم هنعمل ايه دلوقتي? بصوا احنا في العادي بقى بنعملها في الصينية دي وندخلها الفرن ونغطي بورق فويل وكده. انا هستغنى عن الصينية دي خالص. واعملها معاكم في الحلة دي. فعلبتو جز من فوق كمان مش هنحطها في قلب الفرن. وهتطلع مستوية ومشوية ورحيتها تحفة بصراحة. من غير مية خالص ولا سليق ولا اي حاجة. انا هبدأ انزل بكل الخلطة بتاعت دي على البطة كده. كل التدبيلة اللي انا عملتها دي. هبدأ اغلب بيها البطة بقى كويس من برة ومن جوة. بصوا بحشيها بدخل ايدي جوا جدا بالخلطة. وبحط ايدي بين الجلد واللحم وبحشيها برضو. هبدأ قلبها كده واغطيها كلها بالتدبيلة معايا. حابة تتبليها من كده وزي كده وتسيبيها من بالليل للصبح تشرف في التدبيلة وتستوي. هتبقى حلوة برضو. حابة ساعة او اتنين وتبدأي تسويها براحتك. بصوا كده انا بدخل التدبيلة بتاعتي في كل مكان في البطة. بصوا بفتح الجلد زي ما انتم شايفين كده. وهبدأ ادخل ايدي جوة بالتدبيلة. بصوا ايدي دخلت لحد جوة خالص. بدخل التدبيلة بين الجلد واللحم معايا. عشان اللحم بتاعها هيشرب كويس. وهبدأ من هنا برضو من فوق اه ادخل ايدي من الجلد واللحم وحط برضو من التدبيلة. انا عايز البطة بتاعتي تشرب من التدبيلة كلها من جوة ومن برا. عشان تتطعم معايا وتبقى حلوة. بصوا كده كانت خلاص تبلتها كويس قوي. هجيب بقى ورقة زبدة. انا اغطي الاول بورقة زبدة عشان مش هغطي بالومنيوم عشان اه ما يتفعلش مع مع البخار يعني. فاغطي بورقة زبدة الاول وبعدين اغطي بورقة الومنيوم بس هحكم الغطة بتاعها كويس. عشان ما يخرجش بخار. عشان البخار ده هو اللي هيسويها معايا. بصوا هنا هجيب بقى ورقة فويل كمان فوق ورقة الزبدة. وهبدأ الفها كويس عليها. انا هلفها لفة كويس قوي عشان ما يخرجش منها اي بخار خالص. وهو رهالكو دلوقتي. بص كده قلت حكمتها خالص ما خليتش فيها اي مكان يخرج منه خالص بخار. وهبدأ اشغل عليها البتغاز بتاعي. على نار هدية خالص. يعني اول خمس دقيقة بس هخلي النار وسط. بعد كده هدية عليها البقية الساعة دي خالص على نار هدية. من غير ما زود اي حاجة. وهتستيقى معاك وتبقى زير فل وبصوا كده كان فات حوالي ساعة. شايفين ما شاء الله مش عايز اتخش كمان على الشوية. ما شاء الله عليها حلوة هدخلها الشوية كده حوالي خمس دقايق. تاخد لون خفيف خالص عشان هي كده كده خلاص لونها معايا تمام قوي وهرجع لكم تاني تشوفوها شكلها ايه. بصوا الاول هحطها في الصينية دي. تاخد لون بصوا ما شاء الله اللحم معايا مفتح خالص استوت جدا ما خدتش وقت خالص. هشغل عليها الشوية بس ما فيش خمس دقايق وتكون معايا جاهزة. وهتحطها لكم في طبق التقديم واورها لكم تاني. بصوا كده اول ما خرجت خلاص. ما خدتش خمس دقايق بس على الشوية يا قريجي كان اللون بتاعها خلاص حمر. حطها في طبق التقديم برضو وارجع لكم. كده اكت خلاص البطاية خلصت معايا. ما خدتش معايا ساعة زمن بتدبيلة خطيرة وما فيهاش اي رحة زفورة ولا اي حاجة. واستوت معايا جدا واللحم بتاعها ما شاء الله عليها. وشربت من تدبيلة رحتها خطيرة. كده كده لسه خلاص نطلعها من الفرن. اده بقى حتى تطلعها شوية آآ تفنيشة كده عليها بسيطة خالص. وتبقى جهزة معايا هتنفعك في عزمات وآآ وفي رمضان في اي حاجة هتشرفك جدا التدبيلة دي. وشكلها تحفة. وهي زي ما هي كده وان شاء الله عمل لكم البط بطريقة تانية برضو. بصوا شايفين ما شاء الله عليها. ولا سلقنا ولا حطينا في الفرن تلاتة ربع ساعات عشان تستوي وغلي فيها كويس ولا اي حاجة خالص. هي معانا ما شاء الله عليها. ماخدتش ساعة على على البتجاز على النار هادي خالص. نزلت المية بتاعتها واستوت فيها بالبخار. بصوا معانا هوريكو برضو السوة بتاعها. بصوا مش مستحملة ان انا قطعها خالص بصوا. اللحمة بتاعها ما شاء الله من جوة واستوت معايا قوي. بصوا انا شارف امسكها بس عشان سوخنا على ايدي شوية. بحاول اوريها لكم. بصوا انا يدوبك بمسك اللحمة معايا بصوا بتنزل على طول استوت معايا حلو قوي. ان شاء الله الوصفة دي هتعجبكو وتجربوها وتقول لي رأيكو في التعليقات ايه? ويا رب ما كنتش طولت عليكو وتكون وزفة النهار ده عجباتكو. لو ما اشتركتوش في القناة ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. لايك وشير لي الفيديو.